موسيقى الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بالارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى التهاني من كبار رجال الدولة بمناسبة حلول ذكرى ثورة اليوم ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون خطة لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرالتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبيرة هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمال على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الزاتية والنهوض بالاقتصاد القومي بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة لاحتفالي بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العشرة لثورة الثالثين من يونيو واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الف وتسعمائة واثنين وخمسين كلاهما كان عنوانا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وقال عبدالرازق في برقيته أن ثورة يوليو التي قادها الرئيس جمال عبدالناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونا عديدة كانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية ودع رئيس مجلس الشيوخ أن يعيد هذه الذكرى المجيدة على وطن إلى الغالي بالخير واليمن والبركات بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة وتقدم رئيس الوزراء بأسمى آيات التهني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ودعا رئيس الوزراء المولى عز وجل أن يحقق ما يصب إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهود الرئيس السيسي لتحقيق تنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغلية بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة وقال وزير الداخلية في برقيته إن القوات المسلحة سجلت مع الشعب المصري أسمى معاني الوطنية والوفاء حين التف الشعب حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو التي جسدت معاني العزة والكرامة على أيدي أبناء الوطن وتقدم وزير الداخلية بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة وهنأ وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة ثورة يوليو المجيدة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأن يجعل رجال قواته المسلحة في رباط إلى يوم الدين وتقدم وزير الداخلية ببرقية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة ثمن طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وقال الخولي إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصاط القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي وأكد الخولي أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق للسعي نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي ممن تنطبق عليهم الشروط في أسرع وقت ممكن اختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة في واشنطن حول قضايا تتعلق بالحد من التوترات والصراعات الإقليمية وتغير المناخ والأمن الصحي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب إصدار الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا أكد الالتزام بزيادة تعاون في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي أعلنت القوات المسلحة السودانية مواصلة أعمال التمشيط لتمركزات قوات الدعم السريع بمنطقة العاصمة الخرطوم وفي بيان لها أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه تم القضاء على عدد من قوات الدعم السريع فضلا عن تدمير أربع عربات قتالية واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باستهداف المواطنين مما أدى إلى مقتل أربعة عشر شخصا وإصابة خمسة عشر من المدنيين هذا وتواصل القوات الجوية السودانية توجيه الضربات الجوية على مواقع تمركز الدعم السريع بمختلف المناطق طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بمغادرة السفيرة السويدية بلاده هذا وهددت الحكومة العراقية الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم فيما اعتبرت حادثة حرق السفارة السويدية ببغداد خرقا أمنيا واجب المعالجة وذكر المكتب العالمي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني ترأس اجتماعا طارئا ضم وزيرية الخارجية والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد في سياق متصل أدانت وزارة الخارجيات العراقية بأشد العبارات حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد وفي بيان لها أضافت الخارجيات العراقية أن الحكومة أمرت الجهات الأمنية بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملبسات الواقعة ومحاسبة مرتكبيها قال البنك المركزي العراقي إن منع الولايات المتحدة مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق الحوالات المصرفية في 2022 وأضاف البنك المركزي في بيان أن البنوك وعددها 14 تتمتع بكامل الحرية في تعامل مع الدنار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار دعت وزيرة الخارجيات الفرنسية خلال لقائها في باريس نظيرها الإسرائيلي إلي كوهين دعت إلى وقف أي إجراء أحادي من المحتمل أن يؤجج توترات وأكدت الخارجيات الفرنسية في بيان أن بلادها تدين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت إسرائيل وشددت على ضرورة أن توقف إسرائيل أي إجراء أحادي من المحتمل أن يؤجج توترات إلى ذلك شددت كولونا على ضرورة وضع حد للسياسة الاستيطان غير المشروعة بموجب القانون الدولي والتي تقوض آفاق السلام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز خلال معاجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من عدة محاورة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف رحب مبعوث صيني بقرار الحكومة السورية السماحة للأمم المتحدة ووكالتها بإصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن الصين ترحب بالقرار السيادي لسوريا المسؤول والبناء مشيرا إلى أن بلاده تشجع الأمم المتحدة والحكومة السورية على حل القضايا الفنية بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور بطريقة تحترم تماما سيادة سوريا أعلن سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم مقتل شخص وتضرر أربعة مباني إدارية جراء ضربة بمسايرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم وأضاف أكسيونوف أن الهجوم وقع في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة قال حاكم ميكولايف إنما لا يقل عن ثمانية عشر شخصا أصيبوا في هجوم روسية على المدينة الساحلية وتصاعدت تواثر حول موانئ أوكرانية على البحر الأسود ويأتي هذا بعد تحذير روسيا من أنها ستنتظر السفن التي تبحر إليه اعتبار من اليوم على أنها أهداف عسكرية محتملة في سياق متصل فتت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الأوكرانية دمرت خمسة صواريخ وثلاث عشر مسيرة خلال هجوم ليلي شنته القوات الروسية قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن روسيا مسؤولة عن أزمة إمدادات غزائية عالمية كبرى وذلك بعد أيام من إعلان الكريملين تعليق اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وقبل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجات الاتحاد الأوروبي اهتهم بوريل روسيا بتعمد مهاجمة منشآت لتخزين الحبوب في مدينة أودسا الساحلية الجنوبية مما سيزيد من تفاقم أزمة الغذاء عالميا تبدلت روسيا من جهة والدول الغربية والولايات المتحدة من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية عن عدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بما وصفه بتجريف الاتفاق لتحقيق مصالحها الخاصة من جانبها اتهمت واشنطن موسكو بأنها تدرس إمكانية شن هجمات ضد صفن شحن مدنية في البحر الأسود ازدادت حدة الاتهامات المتبادلة بين روسيا من جانب والدول الأوروبية والولايات المتحدة من جانب آخر فيما يتعلق بالمسؤولية عن إنهاء اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود ففي الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن روسيا بأنها تدرس إمكانية شن هجمات ضد صفن شحن مدنية في البحر الأسود أعلنت كييف أن القوات الروسية استهدفت البنى التحتية لمواني تصدير الحبوب كما أشار الرئيس روسيا فلاديمير بوتين بأصابع الاتهام إلى الدول الغربية بتحريف اتفاق الحبوب في البحر الأسود لتحقيق مصالحها الخاصة إلا أنه ترك الباب موارباً أمام عودة الاتفاق فوراً حال تحقيق شروط بلاده نحن لسنا ضد الصفقة في حد ذاتها خاصة مع الأخذ في الاعتبار أهميتها للسوق الغذاء العالمي بالنسبة للعديد من دول العالم بالطبع سننظر في إمكانية العودة إليها ولكن بشرط واحد فقط شريطة أن يتم الوفاء بجميع المبادئ المتفق عليها مسبقاً لمشاركة روسيا في هذه الصفقة وتضع موسكو خمسة مطالب رئيسية للعودة إلى اتفاق البحر الأسود وهي عودة البنك الزراعي الروسي إلى النظام السوفت واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا وإزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى المواني وإعادة خط أنبيب تصدير الأمونيا المتضرر حالياً من ميناء تولياتيا روسيا إلى أودسا في أوكرانيا وإلغاء الحظر على الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية وزارة الخارجية الروسية من جانبها أعلنت منح الأمم المتحدة التي توسطت في اتفاق الحبوب إلى جانب تركيا ثلاثة أشهر لتنفيذ المطالب إذا أرادت عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب حيث تعتبر الأمم المتحدة انهيار الاتفاق تهديداً للأمن الغذائي العالمي خاصة في الدول النامية عقد وزراء خارجية التحاد الأوروبي تماعاً لبحث دعم أوكرانيا بما في ذلك اقتراح بإنفاق ما يصل إلى 20 مليار يورو على الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى على مدى أربع سنوات وقدم الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاقتراح الذي يعد جزءاً من محاولة لوضع الدعم الأوروبي لكييف على أساس طويل الأجل بعد أكثر من عام من التدافع للاستجابة لاحتياجات أوكرانيا العاجلة بعد العملية العسكرية الروسية ترجمة نانسي قنقر قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير كما عززت بكين دعمها للعملة التي ترجعت بأكثر من ثلاثة في المائة هذا العام عن طريق تحديد السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أعلى من المتوقع وثبت البنك المركزي سعر الفائدة الأساسية على القروض لأجل عام عند ثلاثة فاصل خمسة وخمسين في المائة كما أبقى على المعدل لأجل خمس سنوات عند أربعة فاصل اثنين في المائة وحدد البنك السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أقل قليلا من سبع فاصل خمسة عشر مقابل الدولار وهو ما يزيد كثيرا عن التوقعات كما عدل بعض القواعد التي تسمح للشركات باقتراض المزيد من الخارج أظهرت بيانات ملاحية من مصادر في قطاع طاقة ارتفاع وردات الهند من النفط الروسي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو رغم زيادتها بأبطأ وطيرة منذ أكتوبر الماضي وأظهرت البيانات أن نيودالهي اشترت ما يقارب مليوني برميل يوميا من الخام الروسي في يونيو الماضي بارتفاع طفيف عن الشهر السابق له وتقبل مصافي التكرير في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الروسي في العام على الخام الروسي الذي يتم بيعه بأسعار مخفضة بظل إحجام الدول الغربي عنه بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات وعلى أساس بيانات معدلة سجلت منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة فائضا بلغ تسعة مليارات ومئة مليون يورو بعد أن كان ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون يورو قبل شهر فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره أحد عشر مليارا وثلاثمائة مليون يورو بعد فائض بلغت قيمته أربعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو وفي الاثنى عشر شهرا المنتهية في مايو سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره أربعة من عشر في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره واحد فاصل ثلاثة في المائة من الاثنى عشر شهرا السابقة شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا واستحالة من الحذر من جانب المستثمرين بعد بيانات أظهرت انخفاض مغزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع وذاتت العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر واحد من عشر بالمائة إلى تسعة وسبعين واثنين وخمسين من مائة دولار للبرميل فيما صعي دخام غرب تكساس الأمريكي لأغسطس واحد من عشر بالمائة إلى خمسة وسبعين واربعة من عشر دولار للبرميل أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين وتضررت بسبب تخارج رؤيس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية وأوضح الصندوق أن مقابل كل ارتفاع للدولار عشر في المائة ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة واحد فاصل تسعة في المائة بعد عام واحد ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف تحملت اقتصادات الأسواق الناشئة وطأة ارتفاع الدولار في عام 2022 لأعلى مستوى له في عقدين وتضررت بسبب تخارج رؤيس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية وقد رصد صندوق النقد الدولي الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة حيث أشار إلى أنه مقابل كل ارتفاع للدولار عشر بالمائة نتيجة قوى السوق المالية العالمية ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة واحد وتسعة من عشر بالمائة بعد عام واحد ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف العام وقد وصف صندوق النقد أسعار الصرف الأكثر مرونة بأنها السبيل الوحيد لمساعدة الدول على استيعاب بعض التأسيرات السلبية عن طريق خفض قيمة العملة وتميل اقتصادات الأسواق الناشئة التي لديها أنظمة سعر صرف أكثر مرونة إلى تمتع بتعافي اقتصادي أسرع بسبب الانخفاض الكبير في سعر الصرف ولذلك أوصى الصندوق بأن تتحرك دول الأسواق الناشئة نحو أسعار صرف مرنة من خلال تطوير أسواق مالية تقلل من حساسية الاقتراض لسعر الصرف وتلتزم بتحسين الأطر المالية والنقدية ومن بينها استقلالية البنوك المركزية للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم وجعلها لا تتأثر بالصدمات القصيرة للأسعار قال الكريملين إن قرار بولندا تعزز قواتها على طول حدودها مع بيلاروسيا لأسباب من بينها وجود مقاتل فاغنر يدعو للقلق ووصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بولندا بأنها دولة عضوانية وقال إنها تتطلب اهتماما متزايدا في المقابل أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها تراقب الوضع على الحدود مع بيلاروسيا بعد إعلان بيلاروسيا أن عددا من عناصر مجموعة باجنر الروسية سيشاركون في تدريبات عسكرية قرب الحدود وأكدت وزارة الدفاع البولندية أن حدودها آمنة وأنها مستعدة لسيناريوهات مختلفة مشيرة إلى مراقبتها الوضع على حدودها الشرقية بشكل مستمر أعلنت من سك أن مقاتل مجموعة باجنر الروسية العسكرية الذين أكبروا على مغادرة بلدهم إلى بيلاروسيا سيتدربون مع القوات الخاصة البيلاروسية وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه خلال الأسبوع ستقوم وحدات في القوات الخاصة البيلاروسية وممثلون من مجموعة باجنر بالتدرب على مهمات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب قرب الحدود مع بولندا والأسبوع الماضي ذكرت منسك أن مقاتل باجنر يدربون مجندين بيلاروسيين في موقع تدريب جنوب شرق العاصمة منسك يبدأ كبار الأطباء الاستشاريين في بريطانيا إضرابا لمدة يومين هو الأول منذ عقد للمطالبة بزيادة إضافية للأجور بنسبة 6% وانتقد وزير الصحة البريطاني إضراب الاستشاريين الذين منحوا الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 6% في الراتب لكن الاستشاريين يقولون إنهم عانوا من انخفاض بنسبة 35% في القيمة الحقيقية لدخلهم منذ 2008 إلى 2009 ويصعون إلى استعادة الأجور الكاملة وحذرت مصادر من هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن الخدمات الصحية في إنجلترا ستكون متوقفة تقريبا الخميسة والجمعة ويأتي إضراب الأطباء بالتزامن مع إضراب سائق القطارات مجددا أعلنت سول عن عقد قمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس في الولايات المتحدة في إطار التعاون العسكري للرد على التهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية وقالت الرئاسة الكوريا الجنوبية إن القمة الثلاثية بين كوريا والولايات المتحدة واليابان ستعقد في الولايات المتحدة في أغسطس مضيفة أن الموعدة والمكان المحددين سيعلن عنهما في وقت لاحق ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من عقد سول وواشنطن أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية في العاصمة الكورية الجنوبية أعلن المركز الصحفي الأسطول المحيط الهادئ الروسي انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية الشمال التعاون 2023 في بحر اليابان وأفاد المركز الصحفي بأن المناورات ستستمر حتى الأحد القادم موضحا أنه يشارك في المناورات عن الجانب الروسي سفينتان مضادتان للغوصات بالإضافة إلى طردين وأشار إلى أنه في وقت سابق غادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء تشينجداو متجهة إلى منطقة المناورات يتوجه الناخبون في إسبانيا إلى صندوق الاقتراع الأحد المقبل في انتخابات تشريعية قد تمثل تغيرا كبيرا بعد خمس سنوات في ظل حكومة يسارية وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز محتمل للحزب الشيعي إلا أنه في حاجة لدعم من حزب فوكس اليميني لتشكيل الحكومة في انتخابات تشريعية قد تجعل أسبانيا أحدث عضو في الاتحاد الأوروبي يتأرجح نحو اليمين الشعبوي يتجه الناخبون إلى صندوق الاقتراع الأحد المقبل وبحسب استطلاعات للرأي فإن الحزب الشعبي من يمين الوسط لا يزال في المرتبة الأولى إلا أنه يحتاج إلى دعم حزب فوكس من أقصى اليمين لتشكيل الحكومة مثل هذا التحالف سيعيد قوة يمينية إلى الحكومة الأسبانية لأول مرة منذ اتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975 ورغم أن استطلاعات الرأي تعطي فوزاً واضحاً للحزب الشعبي إلا أن البعض في مجموعات الأقليات العرقية يخشون من الدخول المحتمل لحزب فوكس اليميني إلى السلطة بقيادة سانتياغو أباسكال المعروف بالعداء للمهاجرين والذي حاول تهديئة مخاوف الشرع يقولون إن فوكس يريد طرد جميع المهاجرين لكن لا نرحب بجميع أولئك الذين جاءوا إلى هنا والذين يريدون العمل معنا جنباً إلى جنب بشكل قانوني وفي شكل منظم واحترام لقوانيننا مع التكيف مع أسلوب حياتنا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب فوكس قد يحتل المركز الثالث وهو عرض من شأنه أن يضع أباسكال في دور سانع الملوك وغالباً ما يتم الاستشهاد بمخاوف الناخبين بشأن الهجرة وتكاليف المعيشة فطلاً عن الإحباط من تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الوطنية لتفسير زيادة الدعم اليميني في البلدان الأخرى لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة بعد إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند قبل ساعات من انطلاق كأس العالم للسيدات في المدينة وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن المسلح قتل أيضاً ولا يوجد خطر على الأمن القومي أو ارتفاع في مستوى التهديد الوطني وأكد أن المنديال سيمضي كما هو مخطط له أجواء احتفالية شهدتها مدينة أوكلاند النيوزيلندية في افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات وسط هتافات من الحضور الكسيف ولم يبقى حادث إطلاق النار الذي استيقظت عليه المدينة إلا مجرد همهمات لم يسمع صوتها وكان رئيس الوزراء كريس هيبكنز قال إن البطولة ستنظم كما هو مقرر لها مضيفاً أن إطلاق النار كان من تنفيذ شخص واحد لديه تاريخ من العنف الأسري واستقبلت أوكلاند الألاف من اللاعبين الدوليين والسياحة الذين أتوا لحضور النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا معاً وقال العديد من السائحين إنهم يشعرون بالأمان في هذا البلد نعم نشعر بالأمان نشعر بالأمان الشديد كالعادة أعلم أن هناك حدثة واحدة فقط فقط واحدة لذا أعتقد أن جميع الموجودين يشعرون بالأمان وفي الواقع عندما أتينا بالقطار كان الناس كلهم مرتحين جداً لا مشكلة على الإطلاق وكانت نيوزيلندا قد شددت من قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية بعد أن قتل مسلح واحداً وخمسين شخصاً من المصلين في مسجدين في كريس تشيرشا في عام 2019 في أسوأ حادث لإطلاق النار العشوائي في البلاد أطلقت شركة سبيس إكس صاروخاً من طراز فالكون 9 من قاعدة فاندبرغ القوية في كاليفورنيا لنقل مزيد من أقمار ستارلينك إلى مداراتها هذا وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض حيث هبطت بنجاح على متن سفينة عائمة مستقلة بالمحيط الهادئ وأكدت سبيس إكس في وقت لاحق على تويتر أن الصاروخ نشر 15 قمراً صناعياً لنظام ستارلينك للإنتبات أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملع عن التوصل لاتفاق مع شركتي باريك جولد الكندية والسنتامين الإنجليزية على استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها وأكد وزير البترول أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين تثام منتدى مصر الثاني عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة ويمكن شرفنا بحضور الافتتاح مجموعة من الوزراء المشاركين في المنتدى حقيقة أنه كان موجود معنا مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات العالمين شركات التي تعمل بيئة تعدين وكان من أهمها شركة باريك جولد وكان كمان معنا شركة سنتامين وغيرها من الشركات العالمية اللي الحقيقة تم الترسيع عليهم في هذه المزايدة على مدار تقريبا سنتين من العمل المتواصل والجهد ما بين كل الأطراف المعنية في هذا الأمر من الشركات الشريكة معنا وهي شركة باريك جولد وشركة سنتامين مع هيئة الثروة المعدنية مع الوزارة مع الخبراء من الأطراف بدأنا نشتغل في هذه المفاوضات باهتمام وبتركيز شديد حتى يخرج اتفاق متوازن يحقق أهداف تعديل القانون ويحقق كمان أهداف رغبتنا في تنمية هذه الثروة التعدينية وتنمية قطاع التعدين بهدف الوصول للقيمة المضافة المنشودة الحمد لله النهاردة نقدر نقول أنه إحنا بنهنئ زملائنا ونهنئ شركائنا شركات باريك جولد وشركة سنتامين لتمكننا من الوصول إلى إنهاء التفاوض والوصول الحقيقة إلى اتفاق على البنود التجارية والمالية والقانونية هذه الاتفاقية سيتم بعد ذلك استصدارها من خلال الخوض في الإجراءات التشريعية اللازمة لازم أقول مبروك لأنه تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي مرحلة جديدة في قطاع التعدين في مصر أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063 جاء ذلك خلال لقائها رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك حيث استعرضت جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في لحظة محورية تزامنا مع اقتراب قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل وصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة لرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وصلت تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة مائة يوم صحة تحت شعار انزل ويكشف والطمن من كل مكان في مصر بالمجان خلال مائة يوم للإطمئنان على الصحة العامة للمواطنين المبادرة يشارك فيها مجموعة من أمهر الفرق الطبية والمدربة على أعلى مستوى بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ويشمل عددهم أكثر من أربعمائة طبيب وصيدلي وممرض ومدخلي بيانات وذلك لتقديم خدمات طبية بالمجان الوحدة بتقدم خدمات كثيرة منها على رأسها مبادرة مائة يوم صحة المبادرة دي تحتها مبادرات تانية كثير زي الاعتلال الكلوي وصحة المرأة والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين ومبادرة فحص الزواج وضعف السمعيات لأطفال حديثي الولادة وفحص أطفال المدارس المبادرات دي بيتم فيها توعية المنتفعين وتقديم الخدمة ليهم وإذا حد طلع في المبادرة عنده أي مشكلة بنشوف المكان اللي هيتم ليه لإحالة أو إذا كان محتاج علاج معين أو إعادة التحاليل تانية لغاية ما نشوف نطمن عليه تاني جيت هنا بصراحة سمحت في المبادرة الوحدة الصحية بالقرنك وجيت بصراحة دخلت يعني عزة من الفحصات واتطمن على نفسي وبصراحة هنا عملوا لي اللازم دسولي تحليل سكر وضغط وكل الحاجة وتمام عشان خاطر أتطمن على نفسي بدأت اختبارات القدرات لطلاب الجدود الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية والتي تجرى فعلياتها بالكلية حيث تبدأ بالكشف الطبي المبدئي وقياس الطول والوزن واختبارات القدرات البدنية واختبار 100 متر للبنين و50 مترا للبنات واختبار المهارة الرياضية وقد استقبلت أول أيام لجان الاختبار 160 طالبا وطالبة وقامت إدارة الكلية بموادرة لتخفيف حرارة الجو بتوزيع زجاجات الماء المثلج على جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات سعدات الكلية للاستقبال أبناء للطلاب في اختبارات القدرات بدأت مع بدء امتعانات السنوعة العامة كنا جاهزين وحين بدء فتح باب التقديم للاختبارات من يوم السابت كان التقديم إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجماعات من تاني يوم بدأنا نستقبل الطلاب اللي عايزين يقدمهم عندنا في الكلية وتم تجراءات ورقية وتم تحديد أول يوم للامتحانات اللي هو النهاردة الاختبارات بيتمع اليومين ووفقا لقرار المجلس الأعلى للجماعات وعودة إلى الخبر الأبرز حيث اقتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل الكامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية اقتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير والتعاون المتنامي مع شركة CMA-CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار حيث توجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي لوجستيات والتجارة وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى الـ 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين وتستبر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور الفعاليات للمهرجان التي تتناوع ما بين الفعاليات الرياضية والمصابقة الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وحول فعاليات المهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته معنا من هناك مراسل التلبزيون المصري محمود جميل محمود إليك اطلعنا على أهم الفعاليات لهذا اليوم نعم بعد التحية يعني ربما بدأ العد التنازلي لاستقبال كل الحفل الفني الأول والأهم ضمن الفعاليات الفنية الموجودة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وهي حفل الفنان تامر حسني إدارة المهرجان أعلنت عن قرب نفاذ التذاكر الخاصة بهذا الحفل ووجود عدد محدود جدا من التذاكر لهذا الحفل غدا وأعلنت أيضا عن فتح الأبواب بدء من الساعة الرابعة من غدا حتى التاسعة مساء لدخول كل الزائرين وكل الجمهور لحضور هذا الحفل الكبير وربما توضع اللمسات النهائية في هذا المكان وهو العالمين أرينا أكبر مكان موجود في المنطقة الترفيهية على الممشى السياحي لاستقبال هذا الحفل الفني غدا هذا سيكون الانطلاق الأولى القوية للأسبوع الثاني والانطلاق القوية أيضا للحفلات الفنية التي ستبدأ بهذا الحفل ثم يوم الخميس القادم في 21 يوليو الجاري سيكون حفل الفنان أحمد سعد وتم أيضا الإعلان عن فتح باب الحجز لهذا الحفل وبالتالي كل المنطقة الترفيهية تتأهل الآن لاستقبال كل الزائرين غدا في هذا الحفل وأيضا اليوم رأينا يعني عرض للطائرات أيضا ووجود استعدادات كبيرة جدا في الممشى السياحي لاستقبال كل الزائرين أيضا اليوم لحظنا يعني حركة سياحية كبيرة موجودة في مدينة العالمين الجديدة سواء نتحدث على الشواطئ الجميلة الموجودة في مدينة العالمين أو حتى نسبة إشغال الفنادق الموجودة هنا والقرى السياحية في مدينة العالمين الجديدة وهناك أيضا حرص من الزائرين الذين تحدثنا معهم على حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة خاصة حفل الفنان تامر حسني وسيكون أيضا خلال الأيام القادمة هناك عدد من نجوم مصر والوطن العربي نتحدث عن إليسا راجب علامة سيكون أيضا هناك حفلات لهؤلاء النجوم خلال الأيام القادمة هذا بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تتأهل أيضا لاستقبال بعض البطولات خاصة البطولات الرياضية أو بعض الفعاليات الرياضية كبطولة التجديف والبادل والجودو وأيضا سباق السيارات فكل المناطق هنا في مدينة العالمين الجديدة تتأهل لاستقبال ما يقرب من مليون زائر خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الذي سيستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم نتحدث أيضا على أن المنطقة التي ستشهد حفل الفنان تامر حسني هي موجودة وسط أبراج العالمين التي تتميز بها مدينة العالمين نتحدث عن وجود ما يقرب من خمسة عشر برجا بالإضافة أيضا إلى الفنادق الأبراج الفندقية أو السكنية بالإضافة أيضا إلى كورنيش البحيرات الذي يمتد بطول عشر كيلو متر كل هذه المناطق تطل مباشرة وتوجد بجوار العالمين أرينا هذه المنطقة التي تشهد حضور لحفل الفنان تامر حسني لحظنا أيضا ورصدنا صباح هذا اليوم حركة أو العمل داخل هذه المنطقة للانتهاء الكامل من أعمال الإنارة والإضاءة الموجودة بالإضافة إلى تنصيق وتنظيم الدخول من البوابات التي سيسمح للجماهير والزائرين بالدخول إليها وأيضا سيكون هناك بعض الخدمات الترفيهية الموجودة على الممشى السياحي من المطاعم أيضا والكافهات وبعض الخدمات التجارية الأخرى التي تقدم للزائرين خلال حضورهم لهذا الحفل نتوقع غدا أن يكون هناك عدد كبير من الحاضرين لحفل الفنان تامر حسني بالإضافة إلى الاستعداد بالطبع لحضور كل الفعاليات القادمة خلال مهرجان العالمين الجديدة وسط حالة التقص الجميلة والرائعة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة وأيضا الشواطئ الممتلئة بحركة كبيرة للمصيفين والسائحين الذين يأتون إلى مدينة العالمين الجديدة ليتمتعوا بكل ما يميز مدينة العالمين من طبيعة ساحلية وأيضا من طراز معماري جميل للمباني والأبراج الموجودة فساعات قليلة وبدأ العدد التنازلي غدا سيكون الانطلاق للأسبوع الثاني والحفلات الفنية بحفل الفنام تامر حسني وسنتابع بالتأكيد معكم كل ما هو جديد خلال هذا اليوم عودة إليكم مرة أخرى نعم محمود جميل مراسل التبيدون المصري شكرا لك انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية رأس حضربة بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال يومها الأول وقعت القافلة الكشفة مع صرف العلاج لـ 63 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء نحو 14 حالة كشف مبكرة عن الأمراض المزمنة وتضم القوافل عددا من العيادات الطبية المتخصصة ومعمل لتحليل الدم والطفيليات بالإضافة إلى الصيدلية حيث تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وأصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها بمحافظة الأقصر لتطوير كافة منح الحياة وكانت قرية الرزيقات تابعة لمركز أرمنت جنوبي محافظة الأقصر واحدة من 34 قرية شهدت أعمال تطوير في مختلف الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة عمل متواصل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر من أجل تطوير كل مناحي الحياة لسيما أن مناطق الصعيد عانت من إهمال كبير استمر لسنوات مشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس السيسي من أهم المشاريع التي أعطت قرى الريف اهتماما كبيرا في شتى المجالات ومنها الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات والصحة وغيرها من المشاريع الأساسية التي تحتاجها كل قرية ومن بين تلك القرى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمانت جنوبية محافظة الأقصر قرية الرزيقات واحدة من 34 قرية شهدت أعمال تطوير في مختلف الخدمات الأساسية بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة القرية دي كان لها حظ وافر من مشروعات حياة كريمة تنفس فيها مراكز شباب إسعاف إطفاء مركز تنمية أسرة مجمع خدمة مواطنين مجمع زراعي كباري على ترع نقطة إطفاء بالنسبة للوحدات الصحية طبعا وفر أكبر كمية وحدات صحية على أعلى مستوى بالنسبة للمحافظة في جميع القرى الأول كنا بنرجاء للمستشفى بعد عناء وبعد ساعات عبل ما نوصل للمستشفى يا هل طرع هتلقى مكان أو مش هتلقى مكان الحمد لله النهاردة وفر لنا في المستشفى الوحدات الصحية الشاملة كافة المستلزمات الصحية للمواطن بالنسبة للمشاريع اللي عملها لنا الرئيس عفتاح السيسي ومشكور ان هو افتكر السعيد بحاجات يعني ما كناش نحلم بيها فالحمد لله جابنا الكهرباء وجابنا الصرف الصحي وعملنا العمال الحمد لله ومن بين المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها في القرية وحدة إسعاف ووحدة صحية ومجمع خدمات حكومية ومجمع زراعية بالإضافة إلى رفع شبكات الكهرباء ومياه الشرب وتوصيل الصرف الصحية وجاري توصيل الغاز الطبيعية انتهت أخبار الثالثة وبقي تذكير بالعنوين الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بالارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى التهاني من كبار الرجال الدولة بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وزراء خارجية للتحاد الأوروبي يبحثون خطة لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة عشرين مليار يورو ختموا نشرة الثالث في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة